بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع مدارس الأندلس التعليمي مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين قسم الدراسات الاجتماعية يقدم لطلاب الصف الثالث الابتدائي تدريب العلاق على الوحدة الأولى الفصل الدراسي الثاني عام 2021-2022 عدد وتقديم الأستاذ رمضان حسن عمار هيا بنا أبطال لبداية الدرس اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال التالي القوانين الصفية في زر لجائحة كورونا ألا وهي الحرص على غسيل اليدين ثم تعقيم اليدين جيدا ارتداء الكمامة الطبية دائما ثم اطلال عدم المصافحة باليد القيمة الطربوية لدرس اليوم ألا وهي الحرص على المنفع العامة جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به علي صدق الله العظيم ثم في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أطل أن المنفع والخير الذي يفعل الناس لإخوانهم الآخرين هو في الدنيا والأنفع والأبقى لله سبحانه وتعالى هو الأعمال الصالحة الدائمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عنوان درس اليوم تدريب علاجي للوحدة الأولى تدريب علاجي للوحدة الأولى حل التدريبات الإسرائية إذن عنوان درس اليوم تدريب علاجي للوحدة الأولى حل التدريبات الإسرائية على الوحدة الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية بشكل سليم الهدف الأول لدرس اليوم أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية بشكل صحيح أولاً الأسئلة الموضوعية وهي كالتالي أسئلة الاختيار المتعدد اختر العبارة مما بين القوسين دع علامة صح أو خطأ صل العبارة بما يناسبها إذن الأسئلة الموضوعية لدينا أسئلة الاختيار المتعدد اختر العبارة مما بين القوسين دع علامة صح أو علامة خطأ صل العبارة بما يناسبها أو العبارة بما يناسبها مما بين القوسين القائمة ألف أو باب السؤال الأول اختر إجابة صحيحة من بين البدائل الآتية هي كل الموارد التي وهبها الله في الطبيعة لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان هل هي الموارد الطبيعية الأيدي العاملة رأس المال وسائل النقل ما هي أبطال أحسنتم هي الموارد الطبيعية إذن الإجابة الصحيحة هي الموارد الطبيعية اختر إجابة صحيحة من بين البدائل التالية إثنان من الموارد المتقددة هل الحديد الطاقة الشمسية الذهب النفط؟ ماذا؟ أحسنتم إذن الإجابة الصحيحة هي الطاقة الشمسية من الوارد الطبيعية المتقددة الطاقة الشمسية السؤال الأول أختر إجابة صحيحة من بين البدائل الآتية قام ثلاث هي الموارد الطبيعية القابلة التجدد والاستمرار ذاتيا هل هي الموارد المتجددة؟ الموارد الصناعية الحديد والذهب النفط والغاز ما هي الإجابة الصحيحة يا أبطال؟ أحسنتم أحسن الله إليكم الموارد المتجددة هي الإجابة الصحيحة السؤال الأول أختر إجابة من البدائل الآتية من أهم الموارد الطبيعية أو من أهمية الموارد الطبيعية أبطال أنها مصدر هالمصدر للدخل هدار الماء التلوث المائي استنزاف الطربة وامتاز من أهمية الموارد الطبيعية أنها مصدر للدخل يا أبطال السؤال الأول أختر إجابة صحيحة من بين البدائل الآتية يقصد به الاستهلاك المفرد الزائد عن الحد للموارد الطبيعية هل هو الموارد الطبيعية الموارد المتجددة الموارد غير متجددة السنزاف ما هي الإجابة أبطال؟ أحسنتم هو السنزاف يقصد به السنزاف أبطال سؤال الأول أختر إجابة صحيحة من بين البدائل الآتية بقم ستة من الموارد الطبيعية غير متجددة المياه الطربة الرياح الغاز الطبيعي ما هي الإجابة الصحيحة يا أبطال؟ أحسنتم هي الغاز الطبيعي من الموارد الطبيعي غير متجددة الغاز الطبيعي أكمل عبرات التالية بما ينسب مما بين القوسي لدينا الخيار المحمية البصل والنشاط الاقتصادي السؤال من محاصيل الزراعة المكشوفة في دولة قطر ماذا؟ أحسنتم يا أبطال البصل إذن محاصيل الزراعة المكشوفة في دولة قطر ماذا البصل يا أبطال؟ إذن محاصيل الزراعة المكشوفة في دولة قطر البصل أكمل العبارات التالية هو الجهد الذي يبزله الإنسان سد حاجات هل هو الخيار المحمية النشاط الاقتصادي ما هي الإجابة من بين القوسين أحسنتم هو النشاط الاقتصادي الذي يبزله الإنسان يبزل الجهد من أجل توفيره احتياجاته اليومية من غساء ومسكن ومشرب أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما بين القوسين ولدينا الخيار والمحمية السؤال زراعة تتم داخل بيوت زجاجية أو بلستكية يقصد بها ماذا أحسنتم يقصد بها الزراعة المحمية يقصد بها إذن أبطال المحمية أحسنتم أحسن الله إليكم إذن هي الزراعة المحمية التي تتم داخل بيوت بلستكية أو زجاجية أكمل العبارات التالية بما يناسبها بما بين القوسين زدنا من خيرات الخيار ثم أبطال من محاصيل الزراعة المحمية في دولة قطر منازع أبطال ممتاز هو الخيار يتبقى الإجابة يا أبطال ألا وهي الخيار محاصيل الزراعة المحمية في دولة قطر يا أبطال الخيار أحسنتم إجابة صحية دعا لما تصح وخطأ أمام العبارات الآتية يبلغ عدد رؤوس الأغنام في دولة قطر تسعمة خمسة وتسعون رأسا من أغنام نعم عبارة صحيحة اثنان يبلغ عدد رؤوس الإبل بدولة قطر مائة ستة وعشرون ألفا رأس ستة وعشرين ألف رأس ممتاز إجابة صحيحة يبلغ عدد رؤوس ماعز في دولة قطر أربعمائة وأشوة ألاف رأسا ممتاز عبارة صحيحة أحسنتم أحسن الله إليكم تعالى متصح وخطأ أمام العبارات الآتية يبلغ عدد رؤوس الأبطار في دولة قطر خمسة وتسعون رأسا خمسة وتسعين ألف رأس إجابة خاطئة بل هو خمسة وثلاثون رأسا من الأبقار ستة وثلاثون رأسا من الأبقار يعد قطاع التعدين والمحقر قطاع الأكبر نسبة في النشاط الاقتصادي في دولة قطر نعم عبارة صحيحة بينما التشهيد والبناء الثاني في الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر نعم عبارة صحيحة نعم عبارة صحيحة نعم عبارة صحيحة نعم عبارة صحيحة وخطأ أمام العبارات الآتية من المورد الطبيعي المتقدم الغاز الطبيعي عبارة خاطئة أبطال بل الطاقة الشمسية والمياه والرياح والنبات الطبيعي والطربة المورد الطبيعي كل الموارد التي وهبها الله لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان هل هذه العبارة صحية هم خاطئة أبطال؟ نعم هي عبارة صحيحة المورد الطبيعي هي كل الموارد التي وهبها الله لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان لدينا التالي من الموارد الطبيعية المتقدمة الطاقة الشمسية هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم إنها صحيحة بارك الله فيكم يا أبطال أحسنتم صحيحة عبارات بالقائمة ألف مع ما يناسبه من القائمة ألف القائمة ألف لدينا من أنواع السر والحانوية بالقطر تعد من أهم محاصيل الزراع المكشوفة المورد الطبيعي مصدر ثم القائمة باء البصل الأغنام للتلوس المائي للدخل من أنواع السر والحانوية بالقطر نعم الأغنام تعد من أهم محاصيل الزراع المكشوفة نعم أنه البصل المورد الطبيعي مصدر أحسنتم للدخل قائمة ألف من أنواع السر والسماكية بالدولة القطر تعد من أهم محاصيل الزراع المكشوفة من المورد غير الطبيعي مورد غير الطبيعي يا أبطال لدينا قائمة باء البطاطا الهامور المياه النفط وذكرنا هنا الزراع المحمية أبطال نعم من أنواع السر والسماكية الهامور ثم الزراع المحمية البطاطا من المورد غير الطبيعي غير الطبيعي المتقددة عفوا غير متقددة وأن أبطال النفط من المورد غير متقددة النفط يا أبطال هدف سينترس اليوم أن يجيب الطالب على سائل المقالية ترجمة نانسي قنقر 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 بشكل سليم أولاً أسئلة الموضوعية أعفواً أسئلة المقالية ثانياً أسئلة المقالية أذكر عدد رتب على الخط الزمن يوضح بما تفسر أسئلة المقالية أعفواً أسئلة التالية يوضح أهم الأنشطة للتصليب دو قطر ذكرنا النقل الصناعة التجارة المحاجر والتعدين ثم أبطال أجبنا سئلة التالية ما أنواع الزراع في دولة قدر الزكنا أنواع الزراع الزراع المكشوفة ثم الزراع المحمية الزراع المكشوفة مثل البصل والبطاطا والزراع المحمية مثل الخيار والطماطم الزراع المكشوفة الزراع المكشوفة والأبقار ثم لدينا أجبنا نسئلة الأتية أذكر أنواع الزراع السمكية في دولة قطر أن الهامور ثم الكنعد ثم أبطال الصافي ثم الشعري أجبنا نسئلة الأتية أذكر أنواع السياحة في دولة قطر أنواع السياحة سياحة ثقافية ثم سياحة طرفيهية ثم سياحة التسوق ثم أبطال سياحة رياضية سياحة ثقافية ترجمة نانسي قنقر أجبنا نسئلة الأتية بما تفسر وضحة من الصناعات بدولة قطر وما صناعة تكرير النفط صناعة إسال الغزو الطبيعي صناعة الأسمدة ثم أبطال صناعة الحديد والصل صناعة الأسمند ترجمة نانسي قنقر أجبنا السئلة الآتية عدة أشهر صادرات دولة قطر الخارج ذكرنا منها التالي واحد النفط ثم اثنان الغاز الطبيعي المسال أجبنا السئلة الآتية عدة أشهر واردات دولة قطر من الخارج أن أبطال السئرات ثم الألات والمعدات وضح أمية الموارد الطبيعية ذكرنا أنها مصدر للدخل تساعد على قيام الأنشطة الاقتصادية توفر المأكل والملبس للسكان وضح أمية الموارد الطبيعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نأتي للختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية متحيات الأستاذ رمضان حسن أم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر